موسيقى الندوات الصحفية التي عقدها مكتب جمعية هيئة المحامية الغريبة اليوم ليس قرار غير مكتب الجمعية هذا استجابة الأولى لقناعتنا ثانيا للنبض المحامية والمحاميين في المغرب كامل 18 ألف محامي ومحامي وكذلك مساهمة في تبصير وتنوير الرأي العام الوطني والدولي إن قتضى الحال بالمخاطر التي تهددت الشريع اليوم في المغرب بسبب حكومة تشريعون شريعات جائرة بإمكاني نهضر على أمور كثيرة ونهضر على إحصائية كثيرة ونقولوا باللي رأيها المعطايات المؤشرة كلها في الأحمر وهذا الكلام ليس للمحاميين هذا الكلام ديال من دبيا السامية التي تخطط اللي تقول بني هذه الحكومة في تقرير رسمي ينبغي أن تتواضع مع المواطنات والمواطنين ينبغي على هذه الحكومة أن تتواصل هذه الحكومة في العائد ديالها المؤشر ديال الفقر ارتفع هذه الحكومة فوارق الطبقية ارتفعت هذه الحكومة في عائدها من بعد المخطط المغرب الأخضار الذي كانت أكثر من 15 مليار دولار الفلاحة الوحيدة التي تعيش هذه البلاد التي تمكنها للمغاربة هي الفلاحة العائلية الاستغلالية هي التي ممكنها المغاربة الشيء الأخرى غير ما تصدرها وغيرها كيف أريد هذه الحكومة من بعد هذه الفرص الشغل التي مشأت وهذه المدولات الشغل التي لا تريدها وغيرها وغيرها من المعيقات الشريعية وعدم إصغاءها لأي تدبير من التدابر التي كانت مقترحة عليها سواء الحزاب السياسية ومنضمت المجتمع المدني ستستامع المحاملة اليوم وهي تعتبر خصم يريد أن تحيدهم من منظومات العدالة يريد أن تعتبر أن المحاملة لا تكيناها يريد أن تتفرض يريد أن جهات معينة تتفرض بالعدالة هذا شيء غير مقبول مسروع قانون المستر المدني مشروع مخالف للدستور لدينا الأسانيد لدينا وعندكم الأسانيد لديكم باب مكتب الجمعية كان ديما مفتوح وحنا قلبنا على الحوار أشتغلنا داخل البرلمان اشتغلنا مع البرلمان اشتغلنا مع الأكاديميين اشتغلنا مع ناس كثير ولكن الإسراع كيف يأتي القرار تعيين الجلسة نهار الجمعية تبدأ العشرات الصباح تسليم على وحدة ونصف المصادقة سوف ينصف ما هي السرعة هذه من المستفيدة وليت كنترح سؤال من يشرع ولمن يشرع هذا الشيء غير سهل هذا الشيء غير نعاني منه ولهذا نحن ندق ونقص الخطر ونقول نحن كمكون مهني لنا قناعتنا لنا مواقفنا نسعى دائما للحوار نسعى دائما للتوافق وسنصر ونلحو عليه دون التنازل عن أبسط حق من حقوق الوطن وشي حاجة اللي تمس بالصورة للوطن